بيحكي صاحبه بيقول كنت أمشي مع الإمام فوطئ على رجل صبي دون قصد داس على رجل ولد صغير وهو ماشي دون قصد فالصبي صرح ربما تألم فقال يا شيخ ألا تخاف القصاص يوم القيامة الولد الصغير من أسر الألم صاح ثم قال ألا تخاف القصاص يوم القيامة لكن هنا أحبتي ملحظ البيئة واضح أنها بيئة إيمانية بدليل أن الصغير لم يقل للشيخ أنت أعمى أنت مش شايف يا كذا إنما انتقل مباشرة إلى ما هو أرقى وأعلى ألا تخاف القصاص يوم القيامة وكأن اللغة السائدة في ذلك الوقت الجو العام كان ذلك الجو يعني جو رباني إيماني الكلمات التي تردد التي تنم عن السقافة الموجودة في ذلك الزمن تدل على ارتباط الناس بربهم سبحانه وتعالى وعلى ارتفاع منسوب الإيمان يا شيخ ألا تخاف القصاص يوم القيامة صاحب الإمام قال فغشي على الإمام دلس وسقط وضع يديه على رأسه وصمت لم يستطع أن يتمالك نفسه فبيسأل صاحبه وإيه اللي حصلت حصل لك يعني لم أجد قلبك متأثرا تأثرك بكلام ذلك الصبي فقال ظني أنه قد لق لق يعني إيه أي أدر الله تعالى ذلك الكلام على لسان ذلك الصبي صبي الصغير ده إيه اللي يخليه يقول الكلمتين دون ولم اختار تلك الكلمات تحديدا وكأن الإمام رضي الله تعالى عنه أرضاه كان دائما لانشغال بما بعد الموت دائما العمل لما بعد الموت فإمامنا رضي الله تعالى عنه أرضاه يعني قال أخاف أنه قد لق وبكير ابن معروف الذي أشرنا إليه قال ما رأيت أحسن سيرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أبي حنيفة قلت لأبي حنيفة الناس يتكلمون فيك ولا تتكلم أنت فيهم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إمامنا بن المبارك قال ما رأيت أحدا أورع من أبي حنيفة وقد جرب بالسياط والأموال وظل سابتا مؤمنا عفا رضي الله تعالى عنه أرضاه نواصل المسيرة في اللقاء القادم القريب بمشيئة الرحمن الرحيم لنشير لبعض أخلاق إمامنا وملامح شخصيته الفريدة الفزة لنقتدي نحن لا نتكلم لمجرد الكلام لا نسرد قصصا لمجرد السرد وإنما لنسقط بعض ما استمعنا إليه على واقعنا الذي نعيشه فلعلنا إن شاء الله تعالى نلحق بهؤلاء القوم الذين أكرمهم الله تعالى ومن عليهم بنعمتي العلم والورع والتقوى